بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله درسنا النهاردة للصف الاول الابتدائي المد بلياء وهنتعلم في درسنا النهاردة امثلة على المد بلياء وتدريبات عليه وده شكل المد بلياء في الاول هنا لو جاي منفصل يعني في اخر الكلمة وهنا لو جاي في النص متصل بكلمة وما ينفعش ييجي في الاول طيب دلوقتي احنا لما بنيجي نلاقي فيه قصرة جنب منه كده نعرف ان ده مد بلياء طيب لو ما يلاقيناش الحرف اللي قبل منه قصرة لقينا مثلا ضمة لقينا فتحة نعرف ان ده مش مد بلياء عشان هو مد بلياء يبقى لازم اقصر جامد اطول في القصرة فلازم الحرف اللي يكون قبل منه يبقى عليه قصرة وده اول مثال عندي للمد بلياء كلمة تين لو جينا بصينا هنلاقي المد بالياء هو عندي حرف الياء ده واللي قبل منه على طول قصرة يبقى لازم الحرف اللي قبل منه قصرة اللي بنسميه الحرف الممدود تين هاول تين ودي صورة فيل وانا ماجي انطقه او الفيل هكسر بقيف حرف الفاء وهطول في القصرة علشان بعدها ياء والياء دي لو لاحظت لقاها هي ما بتشكلش وما بتتنطقش يعني الياء لا بتحط عليها تشكيل ولا هتتنطق لان لو حطت عليها فتحة هتنطقها فيما هتطقية مفتوحة قصرة هنطقية مكسورة لكن انا بلاحظ ان معلياش تشكيل الحرف اللي قبلها عليه قصرة وطول في القصرة وده مثال كمان لماد بالياء عصير هنا الصاد هو الحرف الممدود اللي انا هكسره هقول صي صي عصير وده كمان مثال لماد بالياء كلمة سرير سرير اللو جيت بسيت هتلاقي الرأي قصرت رير سرير يبقى حرف الممدود وحرف الرأ والماد مد الياء وفي الصورة عندي هنا رسمة بطيخ هلاقي في مد الياء الحرف اللي قبل منه اللي هو الحرف الممدود تحتي قصرة طي يبقى طي بطيخ ودي صورة ريشة ري ري هكسر في الرأي اللي هو الحرف الممدود ريشة ودي صورة حقيبة وحرف القاف هو الحرف الممدود هو اللي انا هكسره في النطق قوي هقول قي حقيبة الياء نفسها ما بتتنطقش ودلوقتي هناخد تدريبات على المد بالياء علشان نفهمه اكتر ونشوف بنحل عليه ازاي ودلوقتي معايا التدريب ده على المد بالياء وطالب مني ان انا احدد حرف المد والحرف الممدود طبعا احنا في مد الياء يبقى عندنا مد الياء الحرف هو الياء طيب فين الحرف الممدود هو الحرف اللي بييجي قبل الياء هبص دايما على الحرف اللي قبل الياء هو ده الحرف الممدود والحرف اللي قابل الياء ده لازم يكون تحتيه قصرة عشان أتأكد إن ده أصلاً كلمة فيها مد بالياء يبقى الياء معلاش تشكيل والحرف اللي قابل الياء تحتيه قصرة تعالوا نشوف أول مثال ابريق الكلمة دي كلمة إيه ابريق فين حرف المد هو الياء يبقى نكتب الياء طب فين الحرف الممدود اللي قابل الياء على طول يبقى حرف إيه الراء طب تعالوا نشوف الكلمة اللي بعدها نتهجاهها دي رسمة إيه ناخيل ناخيل أنا لو لحظتها لا الياء معلاش تشكيل إيه طب تعالوا نشوف الخاء آه تحتها قصرة يبقى دي كلمة فعلاً فيها مد بالياء يبقى مد ياء والحرف الممدود إيه اللي قابل الياء على طول حرف الخاء لا مش اللي بعد الممدود مش اللي بعد المد اللي قابله اللي قابله اللي هو تحته قصرة طيب تعالوا نشوف الكلمة دي رسمة موزيع يبقى عندي المد مد ياء وعند الحرف الممدود اللي قابله اللي تحته قصرة اللي هو إيه الزال وده التدريب الثاني اللي معايا للممدود برضو وهنختار هنا إيه الحرف الممدود بس في كل مثال هنختار الحرف الممدود بس طيب تعالوا نشوف الحرف الممدود احنا اتفقنا من حرف الممدود اللي وين هون اللي قابل المد اللي بيبقى تحته قصرة يبقى هنا حرف ايه ازاي ازاي وهنا حرف ايه دي كلمة حزين طيب دي الكلمة اللي بتحقق تحت منها طا طاويل ها يبقى ايه الحرف اللا الواو برافو طيب هنا سرير ايه الحرف الممدود س لا اللي بيبقى قابل اليق على طول الراء اللي هو تحته قصرة ده طيب هنا حرير الراء برضو يبقى هو الحرف اللي بيبقى تحته قصرة وفي النطق بطول في القصرة اقول حرير رير سرير رير طاويل ويل حزي زين يبقى انا بطول في القصرة والتدريب ده طالب مني ان انا احلل مقاطع صوتية يعني ايه احلل الكلمة مقاطع صوتية يعني هبدأ اجزق الكلمة اجزقها ازاي اجزقها الاول الحرف الاولاني مثلا لو فتحة او قصرة او ضمة او كده هاخده الواحد طبعدين ابصة على الحرف التاني لو هو معاه مد اخده مع بعض هما الاتنين مع بعض يبقى المد والممدود مع بعض زي ايه زي مثلا موزيع يبقى الميم لوحدها وبعدين زي ازاي ازاي مع الياه اللي اتنين مع بعض اه اللي اتنين مع بعض لان هما بيتنطقوا مع بعض هي الياه بتتنطق بتاعت مادي الياه بيتنطق لا ما بيتنطقش يبقى بالتالي هنطق لتنين دول مع بعض الكسرة بتاعت ازاي هي اللي طوبت اطول لكن انا مبنطقش الياه يعني بقولش موزيع لا بقول موزيع يبقى هنا حرف العين طب تعالى نشوف اللي بعدها طاويل اول حرف ايه الطا طيب حرف المادة والممدود مع بعض اللي هما الوا الوا واليا طيب ايه الحرف اللي في اخر الكلمة اللي باقي اللام تعالى نجزق اللي بعدها جديد اول حرف ج وبعدين الدل الدل مع ايه مع الياه ايه الحرف الاخراني الدل طيب الكلمة اللي بعدها طبيب اول حرف ايه طا والمد والممدود يبقى الباق والياء وبعدين اخر حاجة حرف الباق يبقى انا كده جزأت الكلمة مقاطع صوتية حرف الاولاني لوحده والحرف اللي جانبه بعده دول اللي هما المد والممدود مع بعض دايما بيبقوا مقطع مع بعض ونهاية الكلمة بقى بحطها في مقطع لوحده وبكده يكون خلصنا درس المد بالياء وما ننساش نشترك في القناة علشان يوصلنا كل جديد نشكركم مع قناة العصر التعليمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد